اشتركوا في القناة اللهم استعان لو يشوف بعض الاحوالنا اليوم وبعض احوال الناس اليوم لا يختم الا من رمضان الى رمضان بحجة ماذا والله مشغول لا اله الا الله اي شغل هذا الذي يصرفك عن قراءة الكلام الله عز وجل وختمه ولو مرة في الشهر اتدرون كم يأخذ منكم الجزء ايها الاخوة لا يتجاوز للقراءة المعتادة ثلث ساعة عشرين دقيقة اليوم فيه الف واربعمية واربعين دقيقة تعجز انك تجد عشرين دقيقة تقرأ فيها بعض الناس يقول مشغول 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 الى متى انت خلقت عبد للدنيا يا اخي املى صحيفتك الاخروية والله ثم والله ان الرزق الذي تركض له هو بيد من انزل هذا الكتاب هو بيد من تناجيه وتقرأ كلامه فلا تطغى عليك كلنا نسعى في الارض ونجتهد ونطلب الرزق وهذا مطلوب لكن لا نكون عبيدا للدنيا وتلهينا الى القدر الذي يمضي على احدنا شهر كامل لا يختم فيه كتاب الله عز وجل والمسألة يا اخوة هو الله ثم والله انها يسير على من يسره الله عز وجل عليه لكن تحتاج الى همة وتعود ثم خلاص يصبح الامر ادمان بمعنى انك تشعر ان اليوم الذي مر ولم تقرأ فيه شيء من كتاب الله انه يوم اغضر في حقك يوم يظلم فيه قلبك والله اذا قرأت القرآن في يومك تنجز من الاعمال ما لا تنجزه في ايه من اعظم اسباب البركة في الوقت الحرص على قراءة القرآن لما ضعف اهتمامنا بالقرآن ذهبت البركة من اوقاتنا وذلك انا اقول لطلاب العلم جميل جدا ان تجعل في فداية يومك نصيبا من وقتك للقرآن نصيبا من وقتك للقرآن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة